بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين أن وزارة تربية والتعليم استجابت لمطالب أولياء الأمور وقالغت دمج الترمن ده كان خبر جيد والنهاردة ان شاء الله معنا خبر وبشرة صارة جدا لطلاب الشهادة الاعدادية وزارة تربية والتعليم استجابت لهم للمرة التانية وهنشوف الخبر المفرح ان شاء الله الأسئلة تبقى يعني بعيدة عن التعقيد وعن الغموض والموضوع هيبقى سهل النهاردة برضو ان شاء الله هجيب لكم خبر مفرح ومبشر جدا لطلاب الشهادة الاعدادية تابعوا معايا كده ولكن في البداية متسوش تعملوا لايك للفيديو ولسه مشتركتش اشترك عشان تتابع معانا كل جديد هينزل ان شاء الله من وزارة التربية والتعليم نائب الوزير قال خلال مداخلة هاتفية على دي امي سي قال ان احنا بنطمن طلاب الشهادة الاعدادية ان الاختبار المجمع اللي هما هيمتحنوه له امتحان تكميلي تاني خلي بالكم الحتة دي لو رصب الطالب في الاختبار المجمع ده مش معناها كده ان هو وقع لا فيه امتحان تكميلي تاني بمعنى ان انت لو درجاتك وقعت في الاختبار المجمع ده ممكن تخش امتحان تاني هتحسن به الاختبار اللي هو المجمع وهتعدي كده الترم الاول وكده كده درجات الترم الاول ما بتتضافش للمجموع النهائي اللي هو يدخلك سنوي عام اما اللي بيتضافه الاهم اللي هو امتحانات الترم التاني الامتحان ده مجرد انك تكتازه عشان كده تبقى انتهيت من الترم الاولاني يبقى الاختبار المجمع حتى لو وقعت فيه هيكون فيه امتحان تكميلي تاني بمعنى انك لو وقعت في الاختبار المجمع فيه امتحان تكميلي تاني تدخله ان شاء الله وتعدي كده الترم الاولاني ودرجاته مش هتحسب ولا هتنزلك في تبع تنسيق السنوية العامة المهم الترم التاني ده أول خبر مفرح أن كده إن شاء الله ما فيش حد من طلبنا هيقع في الاختبار المجمع وحتى لو لا قدر لوع فيه امتحان تكميلي تابع نائب الوزير أن الطالب اللي لو ما اكتس امتحان الفاصل دراسي أو حصل على 50% كده هيبقى لازم يتقدم لامتحان تكميلي وده شرط علشان تخش التيرمي التاني وتمتحن امتحانات التيرمي التاني فيه كمان خبر تاني مفرح هيتم توفير نمازج استرشادية لطلاب الشهادة الاعدادية لو بتسأل الامتحان هيبقى عامل إزاي أو عايز تتضرب على الأسئلة اللي هتيجي الأسئلة هتكون مباشرة هتكون سهلة ولكن كمان وزارة التربية والتعليم هتنزل نمازج استرشادية هيجي زيها في الامتحان كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم امامتحانات صفوف النقل هتكون بدون أعمال سنة ده خبر برضو جيد لصفوف النقل وشدد نائب الوزير أنه هيتم إتاحة نمازج استرشادية للامتحان المجمع لطلاب الشهادة الاعدادية عشان تتضربوا على الامتحان والكلام ده قبل الامتحان إن شاء الله اللي هيتم يوم 7 مارس وخلي بالكوا أن الأسئلة هتيجي مشابهة بنسبة كبيرة للنمازج الاسترشادية اللي هتنزل أول ما هتنزل إن شاء الله هنرفع على القناة عشان كده هتأكد أنك مشترك في القناة عشان تتابع معانا كل جديد أخبار كلها جيدة من وزارة تربية والتعليم بالنسبة لطلاب الشهادة الاعدادية نأمل إن شاء الله إنه قول أو تانية سنة وبردو يتم تخفيف المناهج أو إن هم يمتحنوا أونلاين من البيت الترم الأول وبالنسبة لتالتة سنة وبردو محتاجين نمازج استرشادية لطلاب السنوية العامة علشان يتضربوا على شكل الامتحان